هذا الغضب أحبائي هو حتى يعطينا الفرصة أن نتوب وعلى فكرة يعني إحنا ممكن نمنع هذا الغضب إذا توضعنا أمام الله إذا انكسرنا أمام الله التواضع طبعا مثل ما توضعت نينوة لما سدوم ما توضعت حرقها يعني لما إبراهيم كان بساوم كان بيتكلم مع الأديان كل الأرض يعني طب مش معقول تهلك البار مع الأثمة قال لو في وصل لعشرة لو في عشرة لأبقيت المدينة تعرفوا حبائي خلينا أقول شيء مهم جدا اسمعوني واضح طالما الكنيسة موجودة على الأرض في بركة احذر في بركة قوعك تفكر أنك أنت بتقدع الكنيسة أنت إذا بدك تحاول تخلص على الكنيسة أنت عم بتجيب دينونة بتسرع دينونة الله عليك وبعد أنه هو أصلا مكتوب قال يسوع أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقو عليها والرب يسوع رح يرجع لكنيسة قوية كنيسة منتصرة آه في كنيسة مرتدة للأسف للأسف في آخر الأيام بيتكلم عن كنيسة مرتدة آه ومثل ما اقتبست في رؤية أصحاح ستة في فترة زمنية فعلا فعلا رح يكون في دينونة رح يكون في جامات رح يكون في غضب في فترة زمنية معينة فإذن أبواحك احذر احذر لكن لما نتواضع أمام الله الله يسر بالتواضع